أهلا بحضراتكم من جديد يمكن الحديث عن مباراة القمة لأهل والزمالك فيها تفاصيل كتيرة ولكن النقطة المهمة جدا ودي اللي اتكلمت فيها مبارح قبل المباراة بحوالي ساعتين ثلاثة وهي فكرة اني كان طلع البعض وتكلم وقال قبل كده ان قهربة ظلم نفسه والكلام ده تقال قبل مباراة القمة بحوالي اسبوعين ثلاثة قهربة ظلم نفسه لم يجني من رحيله سوى المشاكل قهربة يمكن وجوده في الاهل سلبي اكتر ما هو ايجابي امبارح انا طلقته قلت في دقيقة او ديتين باختصار قهربة في الاهل اداءه وارقامه ونتيجه ايه ودوره في مباراة القمة اللي لعبها قبل كده كانت ايه تعالوا نشوف انا قلت امبارح بخصوص مشاركة قهربة مع النادي الاهلي وقلت الكلام ده ايا كان الطريقة اللي ممكن يختار بيها كولر الفترة اللي هيشارك فيها قهربة اساسي احتياطي يلعب اخر 10 دقائق ولكن واضح جدا ان كولر كان مقتنع ان قهربة في التشكيلة الاساسية لأسباب عديدة انا ذكرت امبارح اجزاء منها تعالوا نسمع ونشوف انا قلت امبارح على مشاركة قهربة امام الزمالك ونرجع لنلسى عندنا تفاصيل تانية كمان في مكسب مهم جدا للنهاردة للاهلي ولازم كنا نركز عليه في الساعات اللي فاتت وحتى في الساعتين اللي قبل المباراة قهربة وجود قهربة مع النادي الاهلي امام الزمالك مكسب للاهلي التاريخ بيقول كده لان قهربة مع الاهلي قدام الزمالك لعب 3 مباريات الاهلي لم يخسر مبارتين فوز ومباراة تعادل طب نروح لابعد من كده قهربة في مشاركته مع الاهلي هل معدل اهدافه اكتر من الزمالك ولا لا لو خدناها بالقياس بعدد مباريات قهربة مع الاهلي بالمقارنة مباراته مع الزمالك لا نسبة اهداف قهربة مع الاهلي أعلى من الزمالك وبالتالي ورقة ربحها مهمة جدا جدا والعامل النفس والزهني بهذه النتائج وبهذه الأرقام بيتفوق فيها الأهل وقهرباء على نادي الزمالك دي عنوين مهمة جدا كان لازم نبدأ بيها وإحنا بنتكلم على مباراة القمة ممكن نسبة مشاركة قهرباء مع الألف في التشكيل الأساسية لا تتخطط 48 أو 49% ولكن عدد أهداف قهرباء تخطط حوالي 19 هدف خلال فترة وجوده مع النادي الآلي خلال آخر سنة اللي كانت منهم كمان فترة معارف فيها إلى الدور التركي ولكن في المقابل لعن مع الزمالك عدد مباراة أكتر ولكن نسبة الأهداف أقل من نسبة مشاركاته مع النادي الآلي في الفترة الصابقة متعودين مننا دايما الحمد لله ما بنقولش إلا المعلومة الصادقة والأرقام الصحيحة والأيام بتثبت ده إن باري احنا بنتكلم قبل المباراة كان ممكن جدا النتيجة تغير كل اللي احنا بنتكلم فيه ولكن احنا عشان بنتكلم باختناعة له هدفنا ترند تعرفين طبعا فيه ترند سلبي وفيه ترندات كتير سلبية على السوشيال ميديا ولكن كان كل هدفنا نقول الترند الإيجابي نتكلم على لاعب أضاف وسيضيف الكثير خلال الفترة القادمة قهربا لم يكن أبدا مشكلة في النادي الأهلي قهربا برحيله كان مشكلة للمنافس وليس للنادي الأهلي بل بالعكس إضافة كبيرة جدا ولعيب مميز وانبارح شفنا الأداء وشفنا كمان أداء في مباراة تصموحها وبإذن الله ان شاء الله كلمة إن ظلم نفسه دي لا في بعض الناس هي اللي ممكن تكون ظلمت نفسها وظلمت المكان اللي هي بتشتغل فيه بظلمها لقهربا في فترة سابقة ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد نيته مبارح قهربا ظهر بشكل جيد ساهم في العديد من الفرص أحرز هدف كان بمثابة يعني الانطلاق للفريق وقدر الفريق مبارح ينهي المباراة بسلاسة أهداف مقابل لاشي توفيه كمان مهم جدا يا جماعة خد بالك في الكورة توفيه ده عنصر من العناصر المهمة جدا إنك مهما اشتغلت لو مش موفق للأسف ممكن نتنال انتقادات عديدة جدا ولكن النية عشان صافية وربنا مطلع على كل شيء فالحمد الله التوفيق كان لصالح النادي الأهل وكان لصالح كهربا